اشتركوا في القناة 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 يشتغل معنا الجهاز طبعا فيه هزة ولاحظت وياي انه ايضا مكان الزر في اضاءة صغيرة هذه بالنسبة للشاشة راح تلاحظيني عندنا عداد السحبات وعندنا نظام التشغيل حرف الاس اللي هو يقصد فيه السمارت وعندنا قفل لانك انت ممكن تكفل هذا الزر او تكفل لا هذا خليهو بعد شوي تكفل الزر علشان تقدر تستخدمه فقط عن طريق السحبة وفي بالنسبة لي عداد البطارية حاصلتك لني 100% وبالنسبة لمقاومة الاوم انا للحين تعمت اني ما اشيل الاستيكر لغاية ما انتوا عشان تشوفونا بنفسكم اشلون هو النظام السمارت اللي يحدد مستوى الواط وهو الحين عندنا 12 في حال اذا ركبنا 0.6 هذا بالنسبة 0.6 شفتوا الانيميشن اعطاني 25 واط وقرال لنا يا 0.6 طبعا تقريبا كل حركة قاعد تسويها الجهاز يعطيك على اساسها هزة يعني على سبيل المثال هذه هزة اعطاك اياها مع الانيميشن وقرال لك انه هو 0.6 اندش على المينيو 1 2 3 4 هذا هو بالنسبة للمينيو عندنا المود وعندنا المود ما بين نوعين من التشغيل عندنا الباور في حال اذا كنت بتتحكم بالكامل ولاحظوا يا ان هني طلعت ما عنا الاسهم 1 2 3 4 عندنا اسهم تتش هذي ميزة لطيفة وجديدة على جيك فيب احنا شفناها من قبل لو تذكرون مع شركات ثانية لكن ميزة حلوة انه مو رح يكون فقط عن طريق زر واحد اللي يتحكم بجميع مواصفات الجهاز حط لك ميزة التش اللطيفة اللي على الجهاز من الخارج 1 2 3 4 ونشوف مع بعض بالنسبة للمود في حال اذا ضغطنا عندنا النظامين عندنا الباور وعندنا الاسمارت انا شخصيا بخليه بعد الاسمارت عشان يحدد لي مستوى الواطن المناسب 1 2 3 4 عندنا بعدين اللوك في حال اذا كنت بتكفل الزر علشان يستخدمه فقط عن طريق السحبة وبعدين عندنا تصفير عداد السحبات بعدين عندنا النظام الاكو الاكو اللي هو عشان يقللك من مستوى اداء الجهاز او من قوته علشان يحافظ لك على البطارية لفترة اطول 1 2 3 4 وتقريبا هذا كان كل شيء ما فيه اي شيء يزود ومن هنا بالنسبة لي الاكزيت هذا هو بالنسبة لي جهاز الويناكس كيو برو بالنسبة للاستخدام المنيو بسيط جدا يعني ما ضافوا مثل ما تقول انواع تشغيل مختلفة ما عطونا النظام تحكم بالاضاءة ما عطونا النظام انك تغير الثيم او تغير الانيميشن اللي موجود وهو اولادي فيه انيميشن وقت الاستخدام راح تشوفونا وياي ان شاء الله لما تصعدوا معي فوق تعرفتوا اي شيء بالتفصيل على جهاز الويناكس كيو من شركة القيك بيب وشفتوا الحين بالنسبة لي التصميم الجديد نقدر نقول اوكي اطلعوا من العباءة او نقدر المضلة اللي كانوا معتمدينها في تصميم اجهزتهم البسيطة والمربعة والخفيفة اللي نقدر نقول ان احنا كنا شايفينها من ايام الكي لو تذكرون تذكرون الكي ويعني تقريبا نفس الدزاين اللي ماشي عليه شركة القيك بيب الشغلة الحلوة لامانة تصميم اضافة قضعة الزجاج اللي موجودة هنا مع اضافة اللمس على مستوى الموجب والسالب لتحكم بمستوى الواط فكرة اوكي لطيفة حلوة شفناها ايام قبل مع شركة ثانية لكن حلو انها تتم ممارستها وتقديمها مع شركات ثانية قدرة البطارية او سعة البطارية بالاصحة اللي وصلت معنا لغاية ال 1200 هذه شغلة جدا حلوة ويشكرون عليها ان زين ان صار فيه ترند على زيادة سعة البطارية وهذا شيء لمصلحة اي مستهلك ان سعة البطارية تكون اكبر مع محافظة على حجم مقبول على مستوى اجهزة سحبة السيجارة بالنسبة لي اذا شفتوا معي اللي هو المينيو المينيو كان جدا بسيط ما بين الباور والسمارت والايكو على مستوى انظمة التشغيل وعندنا القفل الخاص للزر الخاص بالجهاز ما في شيء يزود يعني على انظمة التشغيل اللي هو عطانا شغل شيء جديد ونقدر نقول ان اوكي ماكو مشكلة لان احنا احنا شفنا وايد اجهزة ثانية قدمت لك الثيمات قدمت لك الالوان او استخدامك للجهاز او خلاصة تجربة تجربة النوعية من الاجهزة اوكي اني الحين حق بعض التفاصيل المهمة اول تفاصيل انا بالنسبة لي الدزاين ما قصروا فيه في اضافة لمسات حلوة ما بين مثل ما قلت لكم قبل شيء او تقنية الفي بي يو الفي بي يو هي عبارة عن شنو فيبينج بروسسينج يونت اللي هي مثل شريحة بنظام معين او معقد او مثلا مصمم لرفع جودة الاكسبرينس او الفيبينج اكسبرينس او تجربة الفيب بشكل عام هذه التجربة حسب ادعاء الشركة انه على اساسها تحافظ لك على مستوى اداء الجهاز باسلوب جدا ثابت وعلى اساسها ما يصير عندك ضربات او اختلافات ما بين استخدامك لهذا الجهاز في حال مثل ما تقول في مع العمر في استخدام الكويل يعني الكويل مثل ما انت عارف في بدايته يكون بعدها جديد يعني مضبوط اموره طيبة لكن بعد الاستخدام اكيد جودة الكويل او جودة المعدن نفسها تقل هنا يرجع على شريحة الفي بيو انها تقرأ احوال هذا الكويل وعلى اساسها تعدلك على مستوى قوة استخراج الطاقة او الباور او الوات علشان تعطيك افضل او اثبت مستوى اداء ممكن يقدم لك يا هذا الجهاز هذه ميزة الفي بيو وعلى الفكرة فكرة الفي بيو ايضا مو جديدة شفناها من شركات ثانية وتكلموا عنها انا ما بيجيب سيرت شركة ثانية لكن اكيد معظمكم عارف منه الجهزة او الشركات اللي قدمت هذه الفكرة لكن احنا ايضا نقول حلو ان هذا التطور يكون موجود علشان يكون الفي بينج مو مجرد بطارية وواط وكويل لا احنا نتكلم عن رفع مستوى التجربة بهذه اللمسات اللي هي الذكية اللي نقدر نقول اللي تتلخص بشرائح معينة اللي تتمر تتبرمج علشان تعطيك الاداء وتعدلك المعايير ووقت الاستخدام عشان تعطيك تجربة جميلة تحس فيها وقت الاستخدام المطول لما تقارم ما بين جهاز قديم والجهاز الجديد ادعاءات الشركة تقول ان ارفعت من ثبات استخراج او اداء الجهاز ارفعتها تقريبا 27% من اي جهاز تاني او من الاجهزة القديمة يعني مثلا اذا الجهاز مثلا لما يشتغل وبعدين يمشي على مستوى وقت الاداء بعدين ينزل هنا مع جهاز مع جهاز الوينكس كيو مع شريحة الفي بي يو صار عندنا مستوى ثبات الاداء اعلى بنسبة 27% من الاجهزة السابقة فها على هالأساس يعطيك مستوى تبخير اعلى وايضا مستوى تجربة الطف على مستوى استخراج النكة والاستنتاع بالفي بي 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 بشكل عام هذه هي شريحة الفي بي يو انزل ان ينحين على خلاص تجربتنا للجهاز بعد الاستخدام وبعد ما عرفنا هذه المعلومات اول ملاحظة لو تذكرون معي انا شنو شفتها شفتها في فتحات التهوية مثل ما انت شايفين معاي الحين حاول كثم ما تقدرون انكم تشوفون وياي ان الثلاث فتحات خصوصا للفتحة الثالثة مو مفتوحة على الاخر لدرجة انه يعني اقدر اسميها فتحتين ونصف فتحتين او ثلاث فتحات الا ربع هذه شوية قللتني من مستوى التهوية او نقدر نقول انه ما كانت مضبوطة امية بالامية انا ما قاعد اتصيد لكن شباب هذا الجهاز او بودات الويناكس في منها الصور فاصلة اربعة اللي تكون متناسبة مع سحبة الشيشة وانت عارف سحبة الشيشة محتاجة تهوية شوية اكبر عشان تعطيك تجربة الاردي ال او تجربة سحبة الشيشة المكتومة اللي تعطيك اشباع على مستوى هالنوعية من التجارب اللي هي سحبة الشيشة الحين شباب اريدكم تركزون معاي للأسف الشركة مادرزت للصفر فاصل اربعة فانا حين قاعد اتخدم الصفر فاصل ستة اكيد الكويل اللي داخله المساحة الداخلية رح تكون اصغر من الصفر فاصل اربعة لكن نقدر على الاقل نوصل لتصور شلون اداء الجهاز بحكم فتحات التهوية الموفر لنا ياها جهاز الكيو برو سمعوا اياي هل الجهاز يقدم لي سحبة الار دي ال او سحبة الشيشة يقدم لكن مثل ما انتو عرفتوا اياي بالفيديوهات الاخيرة احنا صار عندنا مقارنات ما بين اجهزة قدمت نفس الفكرة يعني نقدر ابتداء من الكروس برو وبعدين اجهزة الجي تو والبي تو وبعدين طلع لنا اليوويل وبعدين ايضا طلع لنا السلم من الاوكسفا وحاليا عندنا القيك في انزين صارت الحين عندنا مقارنات لان مثل ما قلت لكم هذا الحين صاير ترند الكل نزل الصفر فاصل اربعة والكل يدعي ان احنا قدمنا اجهزة مناسبة لتقديم الار دي ال او سحبة الشيشة المكتومة لكن مثل ما قلنا ايضا في اختلافات من تصميم لتصميم على كمية التهوية ولو تذكرون معاي اخر فيديو اللي كان لجهاز اليويل لما قلت لكم انه مستوى كان بين الكروس اللي هو سأل فابريسو واعلى شوي من الفوبو يعني احنا قاعد نتكلم فيه عندنا مستويات تهوية مختلفة من شركة لشركة لازم نعرفها علشان نوصل حق التجربة اللي تكون مناسبة لذوقنا انزين بفارس هذا تحطه وين من بين هالثلاث مستويات اللي انت قسمتها انا شخصيا قاعد اشوف ان مستوى التهوية الخاص بالقيك فيب قاعد اشوفه يشبه بشكل جدا كبير الفوبو الفوبو انا بالنسبة لي كان مستوى سحبته هو الاقل على مستوى سحبة الار دي ال وهذا المستوى نفسه اللي انا قاعد احصله مع الجهاز الويناكس كيو برو او هو يعتبر من اقل مستويات التهوية على تجربة الار دي ال فهذه الشغلة لازم انت تعرفها اذا انت جربت هالنوعية من الاجهزة ولازم تعرف مستويات التهوية فاذا انت يهمك تجربة الار دي ال لازم تعرف انت من اي نوع انت تحب انت تحب والله المكتومة بزيادة المتوسطة العالية وانا احددتهم ما بين الفوبو واليول والكروس تبع البربريسو والجيك في بالحين انا قاعد اشوفه بيصف الفوبو على مستوى تهوية اللي يعطيك يعني تهوية اقل من غيره انا شخصيا كار دي ال افضل لو كانت شوي اعلى هل هو يحقق لي ان يعطيني ار دي ال؟ يعطيني لكن الاريح بالنسبة لي او الشي اللي انا شخصيا افضله على مستوى التهوية اللي قدم لي هالجهاز سمعوا معي مرة ثانية الطعم جميل الويناكس كيو او بودات الكيو اللي احنا عارفينها وانا من البودات اللي انا كنت حابها يعني حتى لما قلت لكم ان القلب عاشق لبودات الكيو بسبب تجربتها وطعمها ومستوى ثبات الطعم فيها الامانة من البودات المميزة جدا على مجال اجهزة سحبة السيغارة في حال اذا كنا احنا واحد اثنين ثلاث اذا نستخدمه على نسيت اوريكم شون التحكم بالواط لاحظوا طريقة التحكم بالواط انه شون عن طريق اللمس وشون طريقة عرض الارقام في حال اذا كنا نبنقلل على سبيل المثال او اشوف اعطاك اقل شي ثم ان تعش المناسب لغاية الصور فاصل ستة وبالنسبة لفتحات التهوية احنا شايفين هذه الفتحات من قبل شوفنا شركات كثيرة قاعد تقدم نفس فتحات التهوية فاحنا عندنا التجربة لفتحات التهوية هذه المقدمة من شركات ثانية او من اجهزة ثانية من قبل فاحنا عارفينها وشايفين وعارفين والمقسمة ممتازة جدا للتحكم على مستوى التهوية في حال اذا كنت تبلش من سحبة السيغارة الى سحبة الشيشة فحاليا انا حين خليت على فتحة واحدة وقللت الواط لغاية 18 نشوف لا شيء واسع في حالة بيضيجة زيادة بعد شوي حلو بس بطقة شوي طقة تسكيرة زيادة انا هذي ذوقي وانتو عارفين المستوى اللي انا احبه على هذه الفتحات اهي هي يعني ثلاث ارباع الفتحة الوحدة انتو ملاحظين ان في قوس فالقوس هذا شوي ينزل على الاطراف فيصغر من فتحة التهوية فيعطيني تهوية معتدلة او مناسبة جدا لسحبة السيغارة اللي انا شخصيا افضلها على مستوى الطعم ويناكس كيو ما عليها كلام خلاصة التجربة شوار الجهاز بشكل عام قدم لي جهاز جديد انا دايما اقول شنو وجهة نظري وجهة نظري دايما المحظوظ اللي يتوه يدخل مجال الفيب ويشوف هذه الاجهزة جدامة لان انت قعد تاخذ اكثر اجهزة تطورا عن اللي احنا بلشنا فيهم او احنا عرفناهم فانت في حال اذا انت مثلا مستخدم جديد الفيب او من الاشخاص اللي كانوا يعتمد على جهاز قديم ويبي يجدد او اذا انت شايف ان هذا الجهاز كشكل يناسبك اهني احنا نقدر نقول ان رشح لك هالنوعية من الاجهزة انها قدمت شي جديد على مستوى التقنية مثل ما ذكرنا من قبل الفي بي يو وايضا تجربتنا القديمة معظمنا جربها الشغلة لبودات الكيو اللي احنا اصلا عارفينها على مستوى التجربة وعلى مستوى الطعم تقدمت معها جهاز جديد كليا ان كان على ديزاين وان كان على ميزة الشريحة الفي بي يو المقدمة فيها هذا كان كل شي لجهاز الويناكس كيو برو من شركة للامانة نقدر نقول ان احنا قاعد نشوف لمسات تطور شوف حلو ان الجميع قاعد يسوي ترند واحد سحبة شيشة تطور على مستوى الشريحة هذا يدعو للتنافس والتنافس دايما يصف في مصلحة المستهلك ان يقدم لك شي جديد ومتطور ويفيد تجربتك لها النوعية من الاجهزة ياتي كمنا فيه